أهلا بكم تمحور اللقاء الأسبوعي لقداسة البابا فرنسيس مع حجاج العالم حول أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين مشيرا إلى أن كل المسيحيين في العالم هم إخوتنا في المسيح ذعيني الجميع إلى العمل معا في الوقوف إلى جانب الوأساء الأبرياء لكي نظهر للجميع محبة الله التي أظهرها لنا يسوع المسيح وقال أيها الأبو الأقدس يصر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتل الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء يتمحور موضوع تعليم اليوم حول أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين إن موضوع هذه السنة والذي هو موضوع الضيافة قد أعدته جماعات مالتا وجوزو انطلاقا من نص كتاب أعمال الرسل الذي يتحدث عن الضيافة التي حفظها سكان مالتا للقديس بولوس ورفاقه في السفر الذين نجوا من الغرق معه عندما رست السفينة عند شاطئ مالتا وبلغ جميع المسافرون اليابسة سالمين اختبروا هناك شيئا جديدا بالتناقض مع عنف البحر الهائج نالوا شهادة إنسانية نادرة من قبل السكان الجزيرة هؤلاء الأشخاص الغرباء بالنسبة لهم قد ظهروا متنبهين لحاجاتهم فبالرغم من أنهم لم يكونوا قد نالوا بشرى المسيح السارة بعد لكنهم أظهروا محبة الله من خلال أعمال لطف ملموسة أيها الأعزاء إن الضيافة هي فضيلة مسكونية مهمة فهي تعني أولا الاعتراف بأن المسيحيين الآخرين هم إخوتنا وأخواتنا في المسيح وبالتالي فهي ليست عمل سخاء باتجاه واحد لأننا عندما نستقبل مسيحيين آخرين نحن نقبلهم كعطية منحت لنا إن استقبال مسيحيين من تقليد آخر يعني أولا إظهار محبة الله تجاههم لأنهم أبناء الله كذلك يعني أيضا قبول ما حققه الله في حياتهم كذلك تتطلب الضيافة المسكونية جهوزية للإصغاء للمسيحيين الآخرين والتنبه لقصص إيمانهم الشخصية ولتاريخ جماعاتهم إن البحر الذي اختبر فيه بولوس ورفاقه الغرق لا يزال اليوم أيضا يشكل مكانا خطيرا على حياة مسافرين آخرين ونجد في جميع أنحاء العالم رجالا ونساء مهاجرين يواجهون رحلات خطيرة لكي يهربوا من العنف والحرب والفقر وعلى مثال بولوس ورفاقه يختبرون اللامبالات وعدائية الأنهار والصحراء والبحار ولكنهم وللأسف يواجهون أحيانا أيضا عدائية للتالبشر فيتم استغلالهم من قبل تجار مجرمين ويتم التعامل معهم كعداد وتهديد من قبل بعض الحكام وأحيانا ينبذهم غياب الضيافة كموجة نحو الفقر أو الأخطار التي كانوا قد هربوا منها أيها الإخوة والأخوات الأعزاء كمسيحيين علينا أن نعمل معا لكي نظهر للمهاجرين محبة الله التي أظهرها يسوع المسيح لأن العمل معا لكي نعيش الضيافة بشكل مميز تجاه الذين يعيشون حياتا هشة يجعلون كائنات بشارية أفضل وتلاميذا أفضل وشعبا مسيحيا أكثر واحدة ترجمة نحو الفقر ترجمة نحو الفقرية ترجمة نحو الفقرية ترجمة نحو الفقرية لدينا أمور في جميع الناس مخلوقات بشكل كبير ومخلوقات بشكل كبير ومخلوقات بشكل كبير لكي يسمعوني أعزائينا أعزائينا في الحجاجين من العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لا يمكننا كمسيحيين أن نقف غير مبالين إزاء مأسات الفقر بأشكاله القديمة والجديدة وأشكال العزلة المظلمة والاحتقار والتمييز لا يمكننا أن نقف غير مكترثين وقلبنا مخدر أمام بؤس العديد من الأبرياء لنعمل معا لكي نظهر للجميع محبة الله التي أظهرها لنا يسوع المسيح وهذا الأمر سيجعلنا كائنات بشرية أفضل وتلميذا أفضل وشعبا مسيحيا أكثر وحدة ليباركم الرب